السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتكلم اليوم عن الشروط الأساسية لتربية الطيور للمبتدئين الشرط الأساسي هو تأكد الشخص من قدرته على تأمين جميع احتياجات الطائر وعدم إهماله يعد توفير مسكن جيد للطيور من الأمور المهمة المطلوبة لرعاية الطيور وتربيتها فيما يأتي بعض الأمور التي لا بد من أخذها بعين لأتبار عند الرغبة بإنشاء مسكن مناسب للطيور في المنزل الحرص على شراق قفص قبير زو مساحة كافية للطيور بحيث يتمكن الطائر من التحليق لمسافات قصيرة داخل القفص اختيار مسافات مناسبة لقطبان القفص المراد وضع الطيور بداخله فلا ينبغي أن تكون هذه القطبان كبيرة فيخرج منها الطائر ولا الصغيرة فيعلق بها من قار ومخالبه الحرص على عدم اختيار قفص دائري الشكل فهو لا يشعر الطيور بالأمان ويفضل اختيار قفص مستطيل الشكل تعليق قفص الطيور في مكان يسهل الوصول إليه تنظيفه بشكل دوري وضع قفص الطيور في مكان يتواجد فيه الناس فالطيور كعناتة تحب العزلة عدم وضع قفص الطيور بشكل دائم أمام النوافذ فهذا الأمر يشعره بالتوتر وعدم الأمان وضع بعض المواد على أرضية القفص كنشارة الخشب أو الرمل أو حتى المجلات الورقية القديمة لتسهيل عملية تنظيف القفص أطعام الطيور يوجد عديد من الأمور التي لابد من مراعاتها عند القيام بأطعام الطيور فيما يأتي بعض منها الحرص على وجود نظام غزائي صحي ومتنوع بحيث يشمل الأغذية التجارية الخاصة بهذه الطيور بالإضافة إلى العديد من أنواع الفواكه والخضروات المتنوعة استشارة طبيب بيطري مختص للتحقق من أن جميع الأطعام التي تقدم إلى الطيور آمنة ومناسبة تقديم كميات كافية من الطعام في وجبات الطعام للطيور الحرص على تقديم الطعام الطازج ونظيف وتقديم جواد الطعام تحتوي على حاجة الطيور من المعادن المهمة توفير مياه الشرب النظيفة بشكل مستمر للطيور أدم تقديم الشوكولات أو القهوة أو الأفوكا للطيور استعد هذه المواد من المواد السامة بالنسبة للطيور الاهتمام بالطيور فيما يأتي بعض الأمور التي يجب مراعاةها للعناية بالطيور والاهتمام بها التعامل مع الطيور بلطف وعدم الضغط عليها أثناء حملها فعزان الطيور هشة ويمكن أن تكسر بسهولة الحرص على عدم ترك الطيور تحلك في بعض الأماكن الخطيرة في المنزل كأماكن تواجد المواقد أو أدوات التبخص ساخنة الإسراع في علاج الطيور عند إصابتها بالأمراض ويمكن شراء بعض الأدوية الخاصة بالطيور وإضافتها إلى مياه الشرب الخاصة بها بعد التحنة أو الذهاب بها إلى الطبيب البيطري إذا استدعى الأمر وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته